ملسقات إعلانية وأخرى إرشادية إخبارية عشوائية منتشرة في عدة مناطق دون مراعاة لأدنى شروط الأعلان هو لسان حال شوارع ولايات الوطن نظرون قول بلايك هذا ما أحد أراضي للبيع كل واحد شو دائر ما فهمنا دو كادو إلى الصح ولا دي زي سكرو ولا ما لبالي شعر أنا ما نتخشو إعلانات هذا بسكو إعلانات كاملة وهمية يقول لك زي ما السكنك قدام الطريق قدام المفصل بحركات روز عماليه تلقاها بالك بلاسة ما فيهاش القاز ما فيهاش تريسيتي شقق وأراضي فلاحية للبيع محلات للكراء دروس للدعم منح فرصة للتوظيف تنظيم رحلات داخل وخارج الوطن يروج لها بطريقة غير قانونية وبالرغم من الغرامة المالية المفروضة على أصحاب المخالفة إلى أن الظاهرة تبقى مستفحلة بامتياز تتصل بواحد فرصة بما يبيع لك أراضي كي تنتردية على المخالفة هذا أنا لا أقوم بالتوظيفة ونحن ندر لهم مصالح التعليجيين بطورة تنزلطان ينحيهم ويقرطهم في الليل غدوم ذاك ينحيهم دو جوار أبرا وهي مطاردة أصحاب هذه الملصقات وضرورة تغرمهم يبقى الجميع متفقا على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للواجهة وضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بالإعلانات فهل ستتحرك الجهة المعنية للحد من هذا النوع من الدعاية؟ موسيقى